مجموعة هيتفونات تقليدية راح نسوي بينات الانتقاء القطعة راح نستحرضها بهذه الحلقة و راح تكون الاهم من بين كل هذاني امامكم تصوير صغير وحلقة ملخصة جدا القطعة صغيرة بالحجم وكبيرة بالاداء كل شخص يبحث عن بلوتوث او هيتفون ويرلس راح اقدم اليوم دي كاي ديزاين هذي القطعة اللي شوفوها مثل ما تلاحظو هذي بالاذن بعد تجربتي لكثير انواع من البلوتوث اللي هي موجودة بالاسواق و اللي راح تشوفوها امامكم بالمراجعة ثبتت لي انه اروع صوت ممكن احصلها بادق مثل ما نقول زاد انه اللاقط اللي يكون بيه جدا جدا مبهر بصراحة ما كنت اتوقع انه راح حصلت اداء من عدم الناحية تضخيم الصوت اللي موجود بالسماعة ما تنفسها زائد اللاقط اللي وممكن يبقى الصوت الخاص بالتليفون او غيره فانطقتني نتيجة جدا جدا مبهرة وكل هذا بسعر خمصف عش الف دينار عراقب الدولار تقريب 11 الى 12 دولار فخلينا نفوت المحتوى ونشوف الحلقة ما لديه طبعا بالبداية الشي اللي انتم تعرفونه واحنا نعرفه وما يخفي عن كل مستخدمين الهواتف المحمولة او العشاق لك السوارات اللي هي تضيف انك المستخدمين الاجهزة بصورة عامة فهناك سوارات اصلية وغير اصلية وكو تقليدية وكو هي نافعة وكو غير نافعة بينهن هذه القطعة اللي شوفوها امامكم بصراحة الديكي ديزاين هي هذه القطعة اللي عبارة عن بلوتوث بسيط جدا يعني هو بلوتوث حالة حالة البلوتوث الواقية اللي موجودة بالسوق مثل ما نقول لكنه هنانا يتميز بنقاء الصوت ما تبدأ رجل اولي زائد الشي الثاني يتميز بي انه حجمه البسيط جدا هذا محتويات العلبة مثل ما شوفوها امامكم هو مجرد ربل ثاني مثل ما نقول او احجام مختلفة الحجم اللي اذن نفسه اما القطعة الاساسية اللي شوفوها بالشكل اللي موجود امامكم للعلم تصميمها صلب جدا يعني وفخم جدا بحيث انه هي ذا تعرضت لسقوط مرة ومرتين وثلاثة كل ما تأكد انه هي مراحي تتعرض للتلف وغيرها هذا منفذ الشحن اللي هو من نوع المايكرو اللي تلاحظونها امامكم بيها ربل يحيط بالاذن هو بصراحة ما رح تتأذى إذا تلبسها فترة طويلة زائد الربع اللي موجود فوق شي قد حاولت انه انا اقلع من مكانه لكنه للأسف كل المحاولات بات بالفشل بصراحة بصراحة تصميمه جدا كبير وهذه مقارنة بالموجودات بالاسواق حاليا اذا تلاحظون انه اكو فرق كبير بالحجم طريقة التشغيل هي من خلال ضغط الزر اللي موجود بالقطعة نفسه بحيث انه يشير اليك الى لون ينازرق وحمر بما انه هو يعني جاهز للربط هذا الهيتفون اللي تلاحظونه على اليسرى الخاص بابول مثل ما تلاحظونه وطريقة اضافته بالاذن بصراحة عندما تخلي باذنك وتخلي بالجهة الثانية الهيتفون اللي عرضت انا رح تحس انه اكو فرق كبير بالحجم بحيث انه هذا الهيتفون ما رح تحس بي اعاقة عندما تستعمل الفترة طويلة ونرجع الهيتفون اللي موجودة افضل هذا الشي اللي عرضت ايكم وتمنى انه استفاديتم كبير بسيط بحلقة بسيطة القطعة بسيطة بهاتف النوفا 3E وسبب يعود الى انه انا المكان اللي اصور بي حاليا بموجودة الكاميرا يمي واضطريت انه اسوي حلقة لهذا القطعة المميزة فيارب تكون الدقة لا بأس بها وانتون رأيكم بأس في الفيديو هالكاميرا النوفا 3E لايت هي كاميرا فعلا مميزة بما انه انا حاليا اصور بالكاميرا الامامية ماثلية 16 ميجي بيكسل وباضاءة جدا جدا بسيطة يعني مثل ما نقول ماكو اضاءة طويلة